أعزائي الطلاب متابعين من نصة حماد تربوية أسعد الله أوقاتكم معكم المدرسة كارمي سمعان شاموت من مجمع بحردة تربوية مدرسة لمادة الرياضيات في ثانوية المجد سوف نتابع اليوم في وحدة الأعداد العقدية سوف ندرس النشاط الثاني الصفحة 121 بهذا النشاط سوف نتعلم كيف نوجد الجذران التربعيين لعدد عقدة بشكله الأسة وكيف نوجد الجذران التربعيين لعدد عقدة مكتوب بشكله الجبرة وكيف نوظف إيجاد هذه الجذور بحل المعادلات من الدرجة الثانية بأمثال عقدية سوف يشاركني بهذا الدرس مجموعة من طلاب ثانوية المجدر الطلاب محمد مهيب حسن نزال رياض ياسر دغموش معتص مراد حسان حديل حيان خضر حلا خلدون أبو راس إلا فواز الخالف أعزائي الطلاب أولا إذا كان لدينا عددا عقديا معلوما W كيف يمكن حل المعادلة Z مربع ناقص W يساوي صفحة لحل هذه المعادلة كنا نكتوب Z مربع تساوي W ثم نقوم بجذر الطرفين أي في هذه الحالة نحن نحتاج إلى حساب الجذور التربعية للعدد W لحساب هذه الجذور لنبدأ أولا في مناقشة إذا كان العدد W مكتوب بشكله الأس إذن لحل المعادلة Z مربع ناقص W يساوي صفحة لنحاول كتابة العدد W بشكل الأس ويساوي R-E-U-S-I-F-I والعدد Z يكتب بالشكل الأس R-E-U-S-I-T-A عند إذن يقول حل المعادلة السابقة إلى حل المعادلة Z مربع تساوي W إذا قمنا بطعويض قيمة كل من Z وW في هذه المعادلة نجد أن Z مربع هي R-E-U-S-I-T-A مربع والW هي عبارة عن R-E-U-S-I-F-I R-E-U-S-I-T-A للتربية يمكن كتابتها حسب خواص الثابت العدد العقدة بالشكل الأس R-E-U-S-I-T-A أي ربعنا الطويلة وضربنا الزاوية بـ 2 يتساوي العددان بالشكل الأس إذا تساوى الطويلة مع الطويلة والزاوية مع الزاوية وبالتالي نجد أن R مربع تساوي R أي R تساوي جذر R و 2 تتة تساوي phi وبالتالي تتة تساوي phi على 2 ومضاعفات هذه الزاوية وبالتالي يكون للمعادلة حلان إذن نحن نوجد الجذور التربيعية لكل عدد عقدة جذران تربيعيا وبالتالي لهذه المعادلة يوجد جذران أو حلان هما الحل الأول Z1 والحل الثاني Z2 هو معاكس Z1 أي الجذور التربيعية لعدد عقدة هما جذران متعاكسان بالإشارة حيث Z1 هو عبارة عن جذر R بإي أس آي في على 2 أي بمعنى آخر طلاب لحل المعادلة Z مربع ناقص W يساوي الصفر أولاً نكتب العدد W بالشكل الأس فيكون للمعادلة جذران الجذر الأول نحصل عليه بجذر طويلة W وقسمة الزاوية على 2 نجذر طويلة العدد W ونقسم الزاوية على 2 إذن زاويته Phi نقسم على 2 الزاوية هي Phi على 2 الجذر الثاني هو غاكس الجذر الأول أي نضرب الجذر الأول بإشارة Z لنأخذ مثال عين الجذور التربيعية للعدد Z ويساوي I أولاً لنبدأ بكتابة العدد I بالشكل الأس من دروس سابقة العدد I هو عدد تخيل بحث وكل عدد تخيل بحث زاويته هي B على 2 وبالتالي العدد I يكتب بالشكل الأس AXI B على 2 أي طويلته وتساوي 1 وزاويته هي عبارة عن B على 2 بالاستفادة من الشكل الأس للعدد I لنحاول الآن إيجاد الجذرين التربيعيين لهذا العدد لحساب الجذر التربيعي الأول الحل الأول هو عبارة عن جذر الطويلة بI أصفاي على 2 نجزر الطويلة ونقسم الزاوية على 2 الطويلة هي أمثال I وهي 1 والزاوية هي B على 2 نقسمها على 2 تصبح B على 4 إذن نجزر الطويلة جذر الواحد ويساوي 1 نقسم الزاوية على 2 بيعطيها أساوي B على 4 إذن الجذر الأول E أصفاي B على 4 لنحاول الانتقال من الشكل الأس إلى الشكل الجذر للانتقال أولا نكتب الشكل المثلثة وهو وسين ثتة زائد I سين ثتة يعني وسين بي على 4 زائد I سين بي على 4 وهي زاوية شهيرة وسين بي على 4 جذر الـ 2 وسين بي على 4 هو جذر الـ 2 على 2 نكون كتبنا الجذر الأول بالشكل الأسة والمثلثة والجذر الجذر الثاني هو معاكس الجذر الأول أي نقوم بضرب الناتج النهائي بإشارة سنسالم أي الجذر الثاني زد واحد هو ناقص زد صفر ويساوي ناقص I بي على 4 أي ناقص جذر الـ 2 إلى 2 ناقص I جذر الـ 2 على 2 الآن كيف يمكن إيجاد الجذران التربعيان بالاستفادة من الشكل الجبريلي العداد العداد لحل المعادلة Z مربع ناقص W يساوي الصفر نكتب العدد W بشكله الجبري وهو A زائد IB والعدد Z بشكله الجبري وهو X زائد I Y إذن العدد W هو عدد عقدة معلوم كتبناه بشكله الجبري A زائد IB والعدد Z هو عدد عقدة مجهول فرمزنا له Z يساوي X زائد I Y فيقول حل المعادلة Z مربع ناقص W بنقل ناقص W إلى الطرف التاني إلى حل المعادلة Z مربع وتساوي W نعود قيمة كل من Z و W من الفرضية السابقة فنجد أن Z مربع هي عبارة عن X زائد I Y مربع تساوي W هي عبارة عن A زائد IB الآن لدينا في الطرف الأيسر متطابقة من الدرجة التانية بنشر هذه المتطابقة تصبح X مربع زائد 2 X I Y زائد I مربع Y يعني ناقص Y تربية للمساواة بين عددين عقديين بالشكل الجبري نطابق الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والجزء التخيلة مع الجزء التخيلة إذن نطابق الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والجزء التخيلة مع الجزء التخيلة بهذه المطابقة سوف نحصل على معادلتين هما X مربع ناقص Y مربع وتساوي A والمعادلة الثانية هي 2 X Y وتساوي B لكن من جهة ثانية طلاب بما أن العدد Z تربيع يساوي W إذا قمنا بأخذ الطويلة بطرفي العلاقة الأخيرة لدينا طويلة Z للتربية تساوي طويلة W إذن طويلة Z للتربية تساوي طويلة W كيف يمكن حساب طويلة Z للتربية طويلة Z هي تحت الجزء مربع الجزء الحقيقي زائد مربع جزء التخيلة أي هي X مربع زائد Y مربع تحت الجزء وبما أنه فيه تربية نزال الجزء فبقى X مربع زائد Y مربع تساوي طويلة W هي مربع جزء الحقيقي يعني تحت الجزء A تربيع زائد مربع جزء التخيلة يعني زائد B تربية وبالتالي سوف نحصل على العلاقة X مربع زائد Y مربع تساوي جزء A مربع زائد B مربع إذن تحول حل المعادلة Z مربع زائد W إلى حل جملة ثلاث معادلات بالمجهولين X و Y إذن المهمة هي حل المعادلات الثلاث وحساب قيمة كل من X و Y عندها يتم حساب الجذور التربعية للعدد Z الذي يتبى بالشكل الجهر لنأخذ مثال حل في C المعادلة Z مربع تساوي ناقص ثلاثة زائد أربع آر طلاب بداية من هو العدد W الذي ورد في شرح النظر لهذا الدرس من هو الـW؟ رياض ناقص ثلاثة زائد أربع آر صحيح إذن العدد W هو ناقص ثلاثة زائد أربع آر والعدد Z هو العدد المجهول المطلوب حساب جذب إذن الحل أولا إذا فرضنا Z بشكل جبري X زائد آر والعدد W وهو A زائد آر ويساوي ناقص ثلاثة زائد أربع آر قلنا أن حل هذه المعادلة يقول إلى حل جملة ثلاث معادلات وهي X مربع زائد Y مربع تساوي جذر A مربع زائد B مربع المعادلة الثانية هي X مربع ناقص Y مربع وتساوي A المعادلة الثالثة وهي 2XY وتساوي B قيمة A هي عبارة عن لا ناقص لا B وقيمة B هي عبارة عن أربع سوف نقوم بتعويض قيمة كل من A وB من العدد W وحساب النواد A مربع زائد B مربع يعني تحت الجزر 9 زائد 16 المعادلة الثانية X مربع ناقص Y مربع وتساوي A أي تساوي ناقص ثلاثة المعادلة الثالثة 2XY وتساوي أربعة وتساوي B عوضنا B بأربعة بإصلاح المعادلة الأولى 9 زائد 16 25 جزر 25 5 إذن حصلنا على جملة ثلاث معادلة برأيكم شو هي الطريقة المناسبة لحل هذه المعادلات إلا بتجمع بتجمع إذا قمنا بجمع المعادلة الأولى مع الثانية سوف نحصل على 2X مربع وتساوي 2 إذا قسمنا الطرفين إلى 2 تصبح X مربع تساوي الواحد إذا جذرنا الطرفين يوجد قيمتين لX إما زائد واحد أو ناقص واحد إذن بهذا نكون قد حسبنا قيمة X لحساب قيمة Y سوف نقوم بتجمع المعادلة الثالثة إذن في الحالة الأولى عندما X تساوي الواحد في الحالة الأولى إذا كانت X تساوي الواحد نقوم بتعويضها في المعادلة الثالثة فتصبح 2 في 1 في Y وتساوي الأربعة إذن Y هي 4 على 2 وتساوي 2 إذن حسبنا قيمة X واحد وقيمة Y هي عبارة عن 2 وقيمة Z هي X زائد Y وقيمة X واحد وقيمة Y وهذا هو أول جذر إذن الجذر الأول للمعادلة Z تساوي 1 زائد 2R الجذر الثاني طلاب الجذر الثاني هو معاكس الجذر الأول فيمكن مباشرة حسابه هو عبارة عن ناقص 1 ناقص 2R أو يمكن مثل الحالة الأولى نعود قيمة الثانية لX اللي هو X تساوي ناقص 1 بالمعادلة الثالثة فنحصل على Y تساوي ناقص 2 ونحصل على الجذر الثاني إذن يمكن مباشرة Z2 هو معاكس Z1 ويمكن أيضا التعويض بالمعادلة 3 هكذا نكون قد وجدنا حلاق المعادلة مطلوب مثال آخر حل المعادلة لZ مربع تساوي 1 زائد I بأسلوبين مثلا نحتاج الحل بأسلوبين ثم استندج النسب المثلثية للزاوية B على 8 طلاب إذن هذا التمرين يكون عنده ثلاث مراحل للعمل المرحلة الأولى هي إيجاد الجذرين التربيعيين للعدد 1 زائد I بشكله جبري وأيضا المرحلة الثانية بشكل الأسلوبين والمرحلة الثالثة استنتاج النسب المثلثية للزاوية B على 8 كمان؟ لنبدأ أولا بحساب الجذور التربيعية بالشكل الأسلوبين المرحلة الأولى هي كتابة العدد 1 زائد I بالشكل الأسلوبين من يساعدني بكتابة العدد 1 زائد I بالشكل الأسلوبين؟ وقتصي يكتب الشكل الأسلوبين للعدد 1 زائد I تحت الجذر مربع الواحد زائد مربع واحد جذر للثنين إذن أولا نحسب الطويلة R تساوي تحت الجذر 1 زائد 1 ويساوي جذر للثنين حسبنا الطويلة ثم بثانة Playstation 3 T تساوي A على جذر الأثنين C James يعني 1 الجذر الثنين T��면 2 B على جذر الثنين يعني 1 جذر الثنين Итак !", C машine لتحديد الزاوية نقوم بحساب Sine x وسine القسين هو عبارة عن الجذر الحقيقي على الطويلة يعني هو 1 على جذر الثنين والجذر التخيلة هو أيضم و sin الزاوية هو عبارة عن الجزء التخيلي على الطويل يعني أيضاً هو 1 على جزر الاثنين الزاوية الشهيرة التي sinها 1 على جزر الاثنين والcos 1 على جزر الاثنين هي b على 4 إذن الشكل الأسة للعدد w حسبنا الطويلة جزر الاثنين cos 1 على جزر الاثنين sin 1 على جزر الاثنين التتة هي b على 4 والشكل الأسة 1 زائد i يساوي جزر الاثنين e أس i b على 4 يعني r e أس i تتة بعد كتابة العدد w بالشكل الأسة قلنا لإيجاد الجذرين التربيعيين نقوم بجذر الطويلة وقسمة الزاوية على 2 نقوم بجذر الطويلة وقسم الزاوية على 2 الطويلة هي جزر الاثنين جزر الطويلة جزر الاثنين بس أربعة جزر الطويلة هي جزر الاثنين جذر الطويلة هو جذر جذر الاثنين جذر جذر الاثنين يعني هو الجذر من المرتبة أربعة للعدد اثنين نقسم الزاوية على اثنين الزاوية هي b على أربعة نصف هذه الزاوية هو بي على 8 إذن الجزر الأول هو جزر الاثنين من المرتبة الرابعة في إيقس آي بي على 8 هذا هو الحل الأول لنكتب هذا الحل بالشكل المثلثي هو عبارة عن ر إيقس آي تتا يساوي ر كو سين تتا زائد ر سين تتا فإذن الشكل المثلثي للعدد جزر من المرتبة الرابعة للعدد الثنين بإيقس آي بي على 8 هو جزر من المرتبة الرابعة للعدد الثنين كو سين بي على 8 زائد آي في الجزر من المرتبة الرابعة للعدد الثنين في سين البي على ما نحولناه من الشكل الأسهي إلى الشكل المثلث الجزر الثاني هو معاكس الجزر الأول فهو مباشرة ناقص الجزر من المرتبة الرابعة للعدد الثنين كو سين بي على 8 ناقص I جزر من المرتبة الرابعة للعدد الثاني الجزر الثاني معاكس الأول فقط ضربنا بإشارة ثانية انتهت المرحلة الأولى من التمرين وهي الحساب الجذور التربيعية أو حل المعادلة باستخدام الشكل الأسس لنحل بأسلوب آخر المطلوب الحل بأسلوبين الأسلوب الآخر هو الشكل الجبري للعدد العقل لنفترض أن Z بالشكل الجبري وهو عدد مجهول نفرض شكله الجبري X زائد I Y أما العدد الثاني وهو العدد المعلوم وهو W يساوي A زائد IB أي 1 زائد A إذن قيمة الآ هي عبارة عن قيمة الآ هي عبارة عن 1 وقيمة الB هي أمثال الآ أي أيضاً هي 1 الآ واحد والB واحد لإيجاد الجذور بالشكل الجبري نحل جملة ثلاث معادلة ما هي هذه المعادلات الثلاثة؟ من المساواة Z مربع تساوي W نستنتج الجمل الثلاث X مربع زائد Y مربع تساوي تحت الجذر A مربع زائد B مربع X مربع ناقص Y مربع يساوي A و 2XY وتساوي B الآن سوف نقوم بطاوي قيمة كل من A و B بهذه المعادلات نجد X مربع زائد Y مربع تساوي تحت الجذر 1 زائد 1 X مربع ناقص Y مربع وتساوي A غير تساوي الواحد 2XY وتساوي B غير تساوي الواحد بإصلاح المعادلة الأولى يصبح الطرف الثاني جذر الثلاثة الآن كما المثال السابق نقوم بجمع المعادلتين الأولى والثاني لحساب قيمة X فيصبح 2X تربيع يساوي 1 زائد جذر الثلاثة إذن بجمع المعادلتين الأولى والثانية 2X تربيع يساوي جذر الثلاثة زائد 1 1 زائد جذر الثلاثة لا فرق الجمع عملية تبديدة الآن نقسم الطرفين على العدد 2 فيصبح X تربيع يساوي جذر الثلاثة زائد 1 على 2 نحتاج إلى قيمة X لذلك سوف نجذر الطرفين ولكن قبل جذر الطرفين سوف أقوم بضرب البسط والمقام بالعدد 2 السبب يصبح المقام هو العدد 4 وجذر الأربع هو 2 يصبح الكتاب بشكل أبسط إذن لنبدأ أولا بضرب البسط والمقام في X تربيع بالعدد 2 يصبح بالشكل 2 جذر الثلاثة زائد 2 على 4 الآن نجذر X لها قيمتين جذر موجب وسالب وهو جذر البسط جذر تحت الجذر 2 جذر 2 زائد 2 أما جذر المقام أي جذر العدد 4 وهو 2 لنقوم الآن بحساب القيمة المجهولة الثانية من Z وهي Y نحن قمنا بحساب X الآن لنقوم بإيجاد قيمة Y لحساب قيمة Y نقوم بالتعويض بالمعادلة الثالثة نعويض قيمة X الأولى وهي جذر 2 جذر 2 زائد 2 على 2 بالمعادلة الثالثة يعني عندي هون 2 ضرب X ضرب Y يساوي الواحد لاحظ هون عندي عدد 2 وهون بمقام X عندي عدد 2 فأنا عم كون 2 X راحة الـ 2 مع الـ 2 فبيبقى لدينا البسط فقط وهو جذر 2 جذر 2 زائد 2 الآن Y هي واحد على هذا المقدار أي هي واحد على جذر 2 جذر 2 زائد 2 إذا حسبنا قيمة X وحسبنا قيمة Y الموافقة لها سوف نقوم بالتخلص من الجذر الموجود بمقام العدد Y عمليات حسابية إضافية سوف نقوم بالضرب بمرافق المقام وهو 2 جذر 2 ناقص 2 نضرب البسط والمقام بهذا المقدار إذا ضربنا الواحد بهذا المقدار بيبقى جذر 2 جذر 2 ناقص 2 إذا ضربنا المقام بهذا المقدار نهذه معي هذا المقدار وهذا المقدار مترافقان 2 جذر 2 زائد 2 و2 جذر 2 ناقص 2 مترافقان فحصل ضربهما متطابقة تربعية وهو مربع الأول ناقص مربع الثاني مربع الأول 8 ناقص مربع الثاني يعني ناقص 4 فبيبقى أربع وفيه جذر كمان جذر الأربع ويساوي نعم فأصبحت قيمة الواي بعد التبسيط هي جذر 2 جذر 2 ناقص 2 على حسبنا الآن قيمة كل من X و Y فحصلنا على الجذر الأول وهو X زائد I Y أي جذر 2 جذر 2 زائد 2 على 2 I Y أي I مضروب بقيمة Y جذر 2 جذر 2 ناقص 2 على الجذر الثاني هو معاكس الأول فنحصل عليه مباشرة بالضرب بإشارة سالب هكذا نكون قد أنهينا المرحلة الثانية من هذا المثال وجدنا أولا الجذران التربعيان بالشكل الأسة وكتبناهما أيضا بالشكل المثلثة ثم وجدنا الجذران التربعيان فوجدنا خلول المعادلة بالشكل الجبري المرحلة الثالثة من السؤال هي استنتاج النسب المثلثية للزاوية بي على 8 كيف يمكن الاستفادة من المراحل السابقة في استنتاج النسب المثلثية للزاوية انتبه غير الشهيرة وهي من أهم تطبيقات الأعداد العقدية هي استنتاج نسب مثلثية لزوايا غير شهيرة حمار بما أن الزاوية بي على 8 تقع في الربع الأول وذلك للحصول على النسب المثلثية نقوم بمقارنتها مع الجذرين الموجبين للعدد آيزا الواحد صحيح إذن الزاوية بي على 8 هي زاوية موجودة في الربع الأول وبالتالي هي ساين وكوساين موجبين لذلك سوف نستفيد مما سبق بمقارنة الشكل المثلثة والشكل الجبري بالجذور الموجبي حصرا إذن الزاوية بي على 8 بالربع الأول لذلك سوف أقوم بمقارنة الجذرين الموجبين للعدد 1 زايد آيزا فالجذر الأول زاد واحد بالشكل المثلثة هو الجذر من المرتبة 4 للعدد 2 كوساين بي على 8 زايد آيزا في الجذر من المرتبة الرابعة للعدد 2 ساين بي على 8 أما بالشكل الجبري نتج الحل جذر 2 جذر 2 زايد 2 على 2 زايد في الجذر 2 جذر 2 ناقص 2 على 2 بالمطابقة بين الشكل المثلثة والشكل الجبري نحصل على النسب المثلثية للزاوية بي على 2 لنبدأ أولا بمطابقة الجزئين الحقيقية الجزئ الحقيقي بالشكل الجبري جذر 2 جذر 2 زايد 2 على 2 الجزئ الحقيقي بالشكل المثلثة هو الجذر الرابع للعدد 2 بكوساين بي على 8 نحن بحاجة إلى حساب النسب المثلثية للزاوية بي على 8 لذلك سوف نقسم الطرفين على المقدار الجزر من المرتبة 4 للعدد 2 نجد عندها أن كوساين بي على 8 هي عبارة عن جزر 2 جذر 2 زايد 2 على 2 موجودة بالمقام وأيضا قسمت على الجزر من المرتبة الرابعة للعدد 2 هلق الجزر من المرتبة الرابعة للعدد 2 هو عبارة عن جزر جزر 2 سوف أقوم بدمج باستخدام خواص الجزور سوف أقوم بدمج الجزر في المسط مع الجزر في المقام وتصبح الكتابة بالشكل نص نص اللي هي الاثنين كانت بالمقام ودمجت الجذر فأصبح من الشكل وقمت بإخراج الاثنين عامل مشترك من البسط اثنين في جزر الاثنين زايد واحد على جزر مرة ثانية سوف أقوم بضرب البسط والمقام بجذر الاثنين حتى أتخلص من الجذر الموجود بالمقام فجزر الاثنين ضرب جزر الاثنين وعبارة عن اثنين والبسط Janet GN2 برهدخ الدخل للقاوس جزر الاثنين ضرب جزر الاثنين باثنين وواحد ضرب جزر الاثنين بجزر الاثنين واضح الآن سوف أقتصر جزر الاثنين مع اثنين البسط بناع المقام ينتج لدينا الناتج الأخير جزر الاثنين زائد جزر الاثنين على اثنين. طبعاً طلاب هاي الاثنين الموجودة بالاخير هون. هاي الاثنين هي النص تمام. هي النص. مثلا كيف؟ اذا الاثنين راحت مع الاثنين يبقى عنا الجزر موجود بالبسط. وهي النص هي الاثنين الموجودة في المقام. اذا هذا هو كوسين بي على ثمان. الان كيف نحصل على سين الزاوية بي على ثمان؟ بمتابعة المطابقة. الان السين هو من مقارنة الاجزاء التخيلية. تمام. الجزء التخيله بالشكل الجبري هو جزر الاثنين جزر الاثنين ناقص اثنين على اثنين. فالجزء التخيله في الشكل المثلثي هو الجزر من المرتبة 4 على الاثنين في سين البي لاثنين. بنفس الطريقة السابقة نقوم بعزل سين البي لاثنين. والان بتحويل الجزر من المرتبة 4 على الاثنين الى جزر الاثنين. دمج الجزور بين البسط والمقام والاصلاح والاختصار. نجد ان سين الزاوية بي على ثمانية هي الجزر الاثنين ناقص جزر الاثنين على وهكذا قد وظفنا الشكل الجبري والشكل المثلثي في استنتاج النسب المثلثية للزاوية الغير شهيرة بي على ثمانية وهي سين بي على ثمانية جزر الاثنين ناقص جزر الاثنين على ثمانية. كوسين البي لاثمانية هي جزر الاثنين زائد جزر الاثنين على ثمانية. كيف نستفيد من هذا النشاط بحل معادلات من الدرجة الثانية ولكن بامثال عقدية؟ طلاب في درس سابق في واحدة الاعداد العقدية تعلمنا حل معادلات من الدرجة الثانية ولكن اكدنا ان الامثال حقيقية. اما الان سوف نحل معادلات من الدرجة الثانية ولكن الامثال عقدية. اولا ما هي المعادلة من الدرجة الثانية بامثال عقدية؟ هي كأي معادلة من الدرجة الثانية ازد مربع زائد بزد زائد سي ويصاوي الصفر. لكن الامثال ا و ب و سي عداد عقدية. هذا هو الفرق. كيف نحل هذه المعادلة؟ كالمعتاد باستخدام المميز دلتا ب مربع ناقص أربعة آسية ولكن هنا نميز حالتان فقط. مميز حالتان. الحالة الاولى اذا كان المميز لا يساوي الصفر. اي المميز غير معدوم للمعادلة حلان مختلفة. فنحن عادة في حل معادلات باستخدام المميز نحتاج الى ايجاد جذري المميز. المختلف في هذه المعادلة ان المميز هو عدد عقدة. المميز هو عدد عقدة. فلحساب جذران مميز نحتاج الى حساب الجذرين التربيعيين لعدد عقدة. فاستردنا ان الجذرين التربيعيين هما W1 و W2. ولكن في النشاط قلنا ان الجذران متعاكسة. لذلك لنسمي احد هذين الجذرين هو W. فيكون الاخر هو معاكس وهو اي ناقص W. فيصبح الحلان للمعادلة هما ناقص ب زائد W على 2A. اي W هي حلة مكان جذر الدلتا. ناقص B ناقص W على 2A. اذا نفس القوانين السابقة ولكن جذر المميز رمزناه بالعدد W. W زائد W والجذر الاخر هو ناقص W. اما الحالة الثانية اذا كان المميز يساوي الصفر. دلتا يساوي الصفر. جذر الصفر هو صفر. فكالمعتاد جذر مضاعف و ناقص B على 2A. اي عوضت بالعلاقتين السابقتين العدد W في القيمين صفر. اذا للمعادلة لحلان مختلفان في حال الدلتا لا تساوي الصفر. وحل وحل وحيد مضاعف و ناقص B على 2A في حال دلتا وتساوي الصفر. لنتناول من تمرينات ومسائل الصفحة 124 تمرين 14 الطلب الثاني حل في سي المعادلات الآتية. لاحظ ان المعادلتين هما معادلتين من الدرجة الثانية. لنبدأ الآن بالمعادلة المعادلة الأولى زد مربع زائد 1 زائد 4I في زد ناقص 5 ناقص I ويصاوي الصفر. هذه المعادلة من الدرجة الثانية هل هي بأمثال حقيقية ام بأمثال عقدية؟ إلا. خمثال عقدية. إلا. خمثال عقدية. إلا. خمثال عقدية. صحيح. الآن لحل هذه المعادلة نوجد المميز. المميز هو بأم مربع ناقص 4A. نستبدل كل مقدار بما يساويه بأم مربع 1 زائد 4I تربيع. ناقص 4. الآ هي 1. والس هي ناقص 5. ناقص 1. الآن لدينا نشر متطابقة ونشر الأقواس. نشر المتطابقة مربع الأول ضعفي الأول في الثاني مربع الثاني. انتبه I تربيع هي ناقص 1. وهون نشر قوس عادي. ناقص 4 ضرب ناقص 5 زائد 20. ناقص 4 ضرب ناقص I زائد 4I. بجمع الأجزاء المتشابهة ينتج دلتا هو 5 زائد 12. اذا المرحلة الأولى وجدنا المميز دلتا هل يساوي الصفر او لا يساوي الصفر؟ لا يساوي الصفر. اذا للمعادلة حلان مختلف. وهنا لازم نبهكم على الشيخ مهم. وكنا نحل معادلات من الدرجة الثانية بأمثال حقيقية. اذا كانت دلتا لا تساوي الصفر. كنا نقول لدينا حلان اذا كان دلتا أكبر من الصفر حقيقيان مختلفان. واذا الدلتا أصغر من الصفر حلان عقديان مترافقان. اذا بالأمثال الحقيقي الحلان مترافقان. اما هون الأمثال عقدية. الحلان ليسا مترافقين. اذا زد واحد وزد اثنين غير مترافقين. اجبار حساب يتم عن طريق القانون. هلأ لتطبيق القانون نحن بحاجة إلى W. W هو الجذر التربيعي للمميز دلتا. المميز دلتا بأي شكل مكتوب؟ بالشكل الأس أو بالشكل الجبرة؟ بالشكل الجبرة. إذا نحن الآن بحاجة إلى حساب جزور المميز وهو عدد عقد المكتوب بالشكل الجبرة. وهو موضوع النشاط الذي تناولناه ببداية هذا الدرس. ففعلياً هذا هو ال-A هذا هو ال-A بالنشاط وهذا هو ال-B. إذا العدد المعلوم هو نحتاج الآن إلى حساب الجذور التربيعي. نفرض أن الجذر الأول هو و E و هو مجهول. نحن بحاجة إلى حساب الجذب. الجذر هو مجهول. ففرضنا W هو X زائد Y. عند إذن طويلة المميز دلتا تساوي طويلة W للتربية، ويكون أيضا دلتا هو W تربية، أي X زائد I Y تربية طبعاً كمنا بطعويض قيمة وبالتالي بنشر هذه المتطابقة والمقارنة بين الطرفين نجد جملة المعادلات الثلاث التالية x مربع زائد y مربع تساوي جزر a مربع زائد b مربع x مربع ناقص y مربع تساوي a 2xy وتساوي b كما قلنا a هي عبارة 5 والb هي عبارة عن 12 نعود في هذه المعادلات نجد x مربع زائد y مربع تساوي 13 x مربع ناقص y مربع تساوي 5 و 2xy هي 12 لحساب x المعادلة الأولى والثانية نقوم بجمع المعادلتين فنحصل على 2x تربيع تساوي 18 ونقسم الطرفين على 2 تصبح x تربيع تساوي 9 من جزر زائد و ناقص 3 إذن بنفس اسلوب الثمارين السابقة جمعنا المعادلتين واحد و اثنين خسمنا على 2 وجذرنا الطرفين فحصلنا على قيمة x للحصول على قيمة y ماذا نفعل للحصول على قيمة y تلاب رياض نعوض في المعادلة الثالثة إذن وجدنا قيمة x معوض في المعادلة الثالثة لنبدأ مع القيمة الأولى لx إذا كانت x تساوي 3 نقوم بالتعويض x تساوي 3 في المعادلة الثانية 2 في 3 6 y تساوي 12 y هي 12 على 6 وتساوي 2 حصلنا على قيمة كل من x و y إذن حصلنا على الجذر الأول والجذر الثاني هو المعاكس فإذا كانت x تساوي 3 في الجذر الأول في الجذر الثاني x تساوي ناقص 3 وإذا كانت y تساوي 2 في الجذر الثاني y هي المعاكس أي هي ناقص 2 إذن الجذرين هما w تساوي 3 زائد 2 i والجذر الثاني المعاكس ناقص w يساوي ناقص 3 ناقص 2 i الآن نحتاج إلى حل معادلة من الدرجة الثانية الخطوة الأولى وجدنا المميز الخطوة الثانية وجدنا جذور المميز الخطوة الثالثة هي إيجاد الحلول الحل الأول هو عبارة عن ناقص b زائد w على 2 أو الو هو جذر الدين بق الو هو ثلاثة زائد 2 i ضعوض في العلاقة الآن بجمع الحدود المتشابهة والإصلاح ينتج الجذر الأول أو الحل الأول للمعادلة وهو 1 ناقص a الحل الثاني كما أكدنا هو ليس المرافق نوجده عن طريق القانون وهو زد 2 ناقص b ناقص w على 2 a نعوض قيمة w يعني ناقص 1 ناقص 4 i ناقص 3 ناقص 2 i أيضا نجمع الحدود المتشابهة ناقص 1 ناقص 3 هو ناقص 4 ناقص 4i وناقص 2i ناقص 6i على 2 الآن نفرق الكسر إلى كسرين ناقص 4 على 2 بناقص 2 وناقص 6i على 2 ناقص 3i فكتبنا الحل الثاني بالشكل الجمعي نكون بهذا قد أدبمنا حل المعادلة الأول طلاق التمرين الثاني 2i زتربيع زائد ثلاث زائد سبعة زت زائد أربعة زائد اثنين اي ويساوي الصفر وهي أيضا معادلة من الدرجة الثانية بأمثال عقبية لحلها نوجد المميز وهو بي مربع ناقص أربعة اس بي مربع ثلاث زائد سبعة اي للتربية ناقص أربعة الاس هي 2i الس هو أربعة زائد اثنين اي سوف نقوم بنشر المتطابقة ونشر الأقواس فيكون الناتج هو ناقص أربعة وعشرين زائد عشرة اي يجب الآن إيجاد الجذور التربعية لهذا العدل لكن كما لاحظنا أن الطريقة العامة لإيجاد الجذران التربعيان تحتاج إلى حل جمل معادلة يمكن الاستفادة من طريقة ثانية وهي طريقة الإتمام إلى مربع كامل أي نحاول كتابة هذا العدد ناقص أربعة وعشرين زائد عشرة اي على شكل مربع كامل أي على شكل قوس للتربع كيف يتم ذلك لنبحث الآن عن عددين مجموع هما عفوا جداؤهما هو نصف القسم التخيل أي جداؤهما القسم التخيل هو عشرة جداؤهما نصف القسم التخيل أي خمسة عددين جداؤهما خمسة والفرق بين مربعهما ناقص أربعة وعشرين الفرق بين مربعهما ناقص أربعة وعشرين ما هما هذين العددين معتصم 5 و 1 5 و 1 صحيح إذن العدد 5 و العدد 1 إذن يمكن كتابة المميز دلتا على شكل مربع كامل بالاستفادي من العددين 5 و 1 بالشكل التالي ناقص 24 زائد 10 i يساوي 1 زائد 10 i زائد 25 i تربيع و يساوي 1 زائد 5 i للتربية إذن مباشرة بحثنا عن عددين جداؤهما نصف القسم التخيلة جداؤهما 5 والفرق بين المربعين هو سالب 24 هذه إشارة السالب هي اللي فرضت علي وضع العدد الكبير 5 هو أمثال لل i إذن لأن الجزء الحقيقي للمميز سالب فالعدد الأكبر هو أمثال الآي الآن بما أن المميز كتب بالشكل 1 زائد 5 i للتربيع الجذر الأول هو عبارة عن جذر الواحد جذر الواحد زائد 5 i للتربيع هو 1 زائد 5 i الجذر يزيل التربيع والجذر الآخر هو المعاكس ناقص 1 ناقص 5 i وبذلك يكون الحل الأول هو ناقص b يعني ناقص الحل الأول هو عبارة عن ناقص b يعني ناقص 3 ناقص 7 i زائد جذر المميز w جذر وهو w وهو 1 زائد 5 i على 2 i يعني 2 مضروبي بi i شو هي قيمة l a 2 i بجمع الحدود المتشابهة وتفريق الكسر ينتج ناقص نص زائد نص i الحل الآخر هو ناقص b ناقص w ناقص w هو عبارة عن ناقص 1 ناقص 5 i على 2 i يعني 2 ب2 i أيضاً بتجمع وتفريق الكسور ينتج ناقص 3 زائد i وبهذا نكون قد وجدنا حل هذه المعادلة وحسبنا الجذران التربعيين بطريقة الإتمام إلى مربع يعني أعزائي الطلاب المعادلة الأخيرة z مربع زائد 1 زائد 8 i بz ناقص 17 زائد i وتساوي 0 نوجد المميز بمربع ناقص 4 وصي 1 زائد 8 i للتربعي ناقص 4 بناقص 17 زائد i القوس الأول متطابقة بنشر المتطابقة والإصلاح ينتج دلتا هو 5 زائد 12 لنحاول إيجاد جذر التربعي بطريقة الإتمام إلى مربع كامل نبحث عن عددين جداؤهما نصف الجزء التخيلي أي جداؤهما نصف 12 6 الفرق بين مربعهما 5 عددين جداؤهما 6 فرق بين مربعهما 5 ما هما هذين العددين ياض 2 و3 2 و3 بما أن الجزء الحقيقي موجب العدد الكبير نضعه مغير لأمثال i والعدد الصغير هو أمثال i إذن 3 زائد 2i للتربع ف الجزء الأول هو 3 زائد 2i الجزء الثاني هو المعاكس وهو ناقص 3 ناقص 2i نبدأ الآن بحساب z1 هو ناقص b زائد w على 2i نعوض قيمة b وهي 1 زائد 8i ناقص b هو ناقص 1 ناقص 8i بعدين عنا w هو 3 زائد 2i على 2 إذن عوضنا قيمة w على 2i يعني على 2 بجمع الحدود المتشابهة وتفريق الكسور نجد الحل الأول 1-3i أما الحل الثاني هو ناقص b ناقص w على 2a بالتعويض وتفريق الكسر هو ناقص 2 ناقص 5a بهذا نكون قد أنهينا حل التمرين 14 وأنهينا النشاط 2 من واحدة الأعداد العقدية واستفدنا منه في حل المعادلات من الدرجة الثانية بأمثال عقدية شكرا لمتابعتكم لقاء الطلاب وإلى لقاء آخر شكرا